السلام عليكم وعليكم السلام ورحبا بك أستاذ عندي قضية في 2014 حصلت على حكم استغلاء التنفيذية وش من فرعة؟ فرعة المدني فرعة المدني نعم وش الموضوع تلك الحكم؟ الموضوع تلك الحكم أنت إنسان تعملت معها فدعمت بلغة من المال لأخدمنا تجارة نعم خدمنا تجارة وخدم مدة اللايبات مدة سنين نصب باش نحوس على المال تاعي أتحايل عليها قال لي ما نخلصكش قال لي ما نخلصكش في الوقت 700 ألف دينار رجع لي منهم 200 ألف بشكل أنت 700 ألف 700 ألف 70 مليون 70 مليون 700 ألف دينار جزائري نعم 700 ألف دينار جزائري نعم هذه في أواخر 2011 أمو بعد أخدم هو مدة ثلاثة سنوات المهم أخدم لا بأس كان يتجرب بشيخدم في المواد الغذائية ما يهمنا شيء هذا المهم أنه أصدر لك حكم أنا بكل المشكلة وستد عندي حكم عندي صيغة تنفيذية عندي كم الإجراء نعم ولكن ما قدرش تنفذ عليه لا ما قدرش نفذ عليه هاي المشكلة المشكلة أنك عندك حكم بصيغة تنفيذية صادر باسم صادر باسم الشعب الجزائري بارك الله وبعد سنوات من المقاضات وبعد مصاريف قضائية كل شيء وبعد يتوك تدي الحكم بارك الله القضاء خدم خدمته ولكن المشكلة في القانون نعم المشكلة ما هيش في القضاء المشكلة في القانون علش المشكلة في القانون أنت تروح تحجز له تلقى ما عنده ولا شيء أسمح لي أستاذ نعم أسمح لي أستاذ نعم كدائما أسأل رئيس محكمة طا أمره باش يحجزوله الشقة يملك شقة عنده شقة عنده شقة هاي يسكن موش بعدها لي نعم عنده شقة وعنده شاحنة الشاحنة هذيك دير هالا أسم الزوجة تاو خلاص ما همه تعزوجة تعور نعم مدام بأسم الزوجة راي تعزوجها وشقة تعو بأسم شكون الشقة لا أسمه ودفلوا الحجز على الشقة نعم مهدر لأستاذ المحامي تاوي طلب من رئيس المحكمة باش يصدر أمر صدر أمر الوكالة تعال الوكالة العقارية تعادل الجواب لأنك محسوب ما هو ملك تعو مازال تابع للعم ولكن أنت ما تقول الشقة تعو هذه الشقة تعو وكالة عدل مازال هو وراء مستأجر ووكال تعادل نعم ما رأى مستأجر لا لا مش بأسمه هو مستأجر مستأجر وراء كاري على وكالة عدل نهاري واللي الملك اللي تشقها بأسمه بعد خمس سنوات تقدر أن تدخل في إجراءات الحجز دعوكم جوابك أنا يعني احنا فهمنا بأن المشكلة في القانون لأشقنا المشكلة في القانون لأن القانون لما يكون عندك اعتراف بدين مع شخص اللي تدرع من دلك اعتراف بدين عند موثق أنت تعتقد بأنه عند موثق عندك وثيقة قوية ولا أنت لما تروح للقضاء تقاضي إنسان لمدة سنوات وتصرف أموال لأنك تسلوا أموال القضاء حكم لك بلي عندك حق ولازم يدفعك هذه الأموال يعطيك حكم قضائي زيد تجري أن تجيب السيغة تنفيذية وتجيب ما شابه ذلك وتدير إجراءات ومصاريف قضائية ومحذر قضائي وأمر عند رئيس المحكمة وكل شيء ولكن هذا الشخص ما عنده ولا شيء بأسمه أنت هذه الوثيق تبقى عندك مجرد ذكرى يعني ما تقدر بها ولا شيء لأنه فيما سبق كان يمكن نتيجة الدين المدني الروح إلى الإكراه البدني كان ممكن منذ حوالي أكثر من عشر سنوات بعد التعديل الأخير تقالي القانون الإجارة المدني والإدارية لم يعد بالإمكان توقيع الإكراه البدني في المواد المدنية بمعنى الإحكام الناتجة عندين في الفروع المدنية فقط ولو أنه أيضا في الفروع الجزائي في الفراع الجزائي كان مشكلة مشكلة بخصوص توقيع الإكراه البدني إذن ما عندناش إكراه البدني أنت لأن يبقى لك الحل الوحيد هو الحجز على المنقولات وعلى العقارات المنقولات ما عندوش عندو شاحنة باسم زوجته ذم مالية مستقلة عندها الحق تكسب شاحنة سيارة حتى لو كانت أو هو فعليا ولكن العبرة بالوثائق مدام باسم زوجته وانت ما تخضر الدير ولا شيء ما تخضرش تحجزها تروح للعقار عندو شقة مستفيد منها من وكالة عدل لازم تنتظر إلى حين ما تصبح شقة هذه ملكه لأنه هو مستعجر على وكالة عدل الملك الأصلي والحقيقي والحالي لهذه الشقة هو وكالة عدل إذن انت ما تخضرش تحجزها لأنك ما تخضرش تحجز ملاك الغير لأنه هو نعود أن نقول هو مستعجر وحب ذا هنا لو تكون كينة آليات مستقبلا في مثل هذه الحالات أنه من سلموش العقد مثلا والله نديره ملاحظة مثلا لأنه يقدر بمجرد أنه يحصل العقد يبيع وانت يروح حقك يعني تلقاه باعش شقة تعه وانت سبعين مليونتاك ما تدهش آليات باش نربطوا الناس مستقبلا ما يقدرش يتصرفوا في أملاك مدام كين دين يتبعهم ودين نتج عن حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري ما هو صادر هكذا هذا الحكم الدين ثابت سيغة تنفيذية ما نبقاش نتبع فيها أنا خمس سنوات ونتبع فيه ونعس فيه واختش يجيب العقد واختش يتنزلوله واختش يجيب عقد الملكية ويقدر يتصرف لازم تفكير في آليات أنه نقدر ندير إجراءات مسبقة حتى لو تصرف يجي تصرف العقار ما يقدرش إلى حين أنه يدفع لي الدين لي في ذنب نتعه هذه بعض الإجراءات اللي ممكن تكون آليات تدرج في قانون إجراءات مدنية والإدارية خاصة أن الفئة كبيرة عن الناس لعندها عقد اعتراف بدين وعندها أحكام قضائية بضرورة الدفع دين ولكن يتهرب الشخص بطريقة لنه بأخرى وتصبح هذه الأحكام القضائية والاعتراف بدين بدون قيمة هذا مجرد اقتراح ربما في شكل آليات ممكن تقدم الكثير لهؤلاء الأشخاص